نحن كقوى وطنية وكقوى معارضة لا نثق بالبرلمان يعني حتى في موضوع الاستجوابات وفي موضوع الاستضافات لا نثق حتى لو كان المستضاف أو المستجوب يعني احنا ننظر له غير كفو لكن لا نثق فيه ليش؟ لأن كل استجوابات البرلمان مبنية على صفقات مثلا هذا الوزير أو ذاك المسؤول إذا لم يستجب لصفقة معينة فيتم استجوابه في البرلمان وخلي يزعلون علينا البرلمانيين بس هذا هو يعني اليوم أنا أتمنى أن ينزل سؤال واستبيان في قناتكم يا شعب يا عراقي هل تثق أنت بمجلس النواب؟ هل تثق بما يجري في مجلس النواب؟ أنا أقول لك بصراحة نحن كقوى معارضة لا نثق بآليات مجلس النواب في الاستجوابات لأنها مبنية على أسس سياسية وأسس مالية مو مبنية على أسس حقيقية مو مبنية على أسس موضوع الفساد أو الكفاءة وإلا في موضوع الكفاءة مثلا خلي يروحون يستجوبون مثلا وزير التعليم العالي اللي شهادته من جامعة لبنان واللي هو من العصائب يعني ولم يستطع أن يصل إلى أقل درجة من درجات مثلا رؤساء الجامعة وطبعا من المعيب على الهيئة التعليمية حقيقة أن تتقبل وزير بمثل هذا المستوى من المعيب على أي قوى سياسية وأي حكومة أن تتقبل وزير تعليم عالي بهذا المستوى المفروض نختار مثلا وزراء التعليم العالي بمستوى أستاذ وبروف حتى على الأقل الجامعات الدولية تحترمها أو الدول العالمية والمؤسسات العالمية تحترمها أيضا أما بهذه الطريقة استجوابات كل يوم هذه اليوم صفقة هنا ما صايرة اليوم كذا ما مشت الأمور وبالتالي شوف طبعا شوف هذا حديث استاذ نجب شوف هذا حديث صريح راح يؤدي بنا إلى مخاطر وممكن أن يعرضنا إلى حتى الاختيال ليش؟ لأن اليوم المتمكن من هذه الحكومة تقريبا 80-70% هم عصائب أهل الحق هم اليوم الموجودين في السلطة والمتمكنين منها وبالتالي لا يمكن أبدا أن نذهب إلى محابات هذه السلطة مثل ما هم يريدون مثل ما رفعوا علينا كثير من القضايا حتى يقللون من زخم المعارض ولكن أبدا لن يقل هذا الزخم المعارض حتى نصل إلى الطريقة الصحيحة في آليات إنتاج السلطة